قبل ما تفضشوا الفيديو أخوتي ما تنساوش طابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يصلكم كامل جديد من عن قناة ميديا ديسان السلام عليكم متابعينا معاكم خوكم شرف دين كالعادة يا أخوتي قبل كل شي وبلما نقول لكم أكم على بالكم كل واحد فيكم يهبطي خلي اللايك داعوا أسفل الفيديو لأنهم هبلوا علينا بالسينيال لذلك أولاد اللي يوطي يا أخوتي وما تنساوش التعليقات الوطنية ردا على لمرارك يا أخوتي الذين يتكالبون على الجزائر صدقوني صدقوني يا جيش ميديا ديسان وانا ندير في هذا الفيديو يو شبهت ضحك شبهت ضحك تعصى يا أخوتي لأنه بكل بساطة المغريبي يثبت يوما بعد يوم بأنه ما يقدر يش يعيش بدون تقليد الجزائري وبدون إخوتي الكرام الاقتداء بالجزائري نديرنا قدوة في حياته أي حاجة نديروها في الدولة تعنا لازم نمغرب اديرها أبرز مثال فقط في الآوينة الأخيرة هو حكاية الزليج الزليج درناه في تريكو تعنا خرجوا لمراركا قل لك تعنا الزليج وكذا وكذا أي حاجة يا أخوتي جزائريا يدعاوا بليهية لهم آخر خرجة أيضا تعكارين بنزيمة قل لك بنزيمة ما هو الجزائري الأصل قل لك ما هو الجزائري الأصل وإنما مغربي الأصل وجاي من منين جاي من فاس يعني جبوا حتى المكان يا أخوتي والله مهابلت على الصحي إما لو حتى المخزن تحمي تبع الجزائر خيالة بالكم في الآوينة الأخيرة الجزائر وش دارت الجزائر دارت واحدة الخرجة كبيرة بزاف لأرعابة الإعلام تحم أرعابت هذوك الناس النشطاء في اليوتيوب من أجل جمع التبرعاتكم على بالكم يا أخوتي بأنه ضاعفت الميزانية تحمي إلى الضعف فيما يخص تمويل الجيش الجزائري يعني ميزانية الجيش الوطني الشعبي تضاعفت إلى النصف وصلت 23 مليار دولار مباشرة بعد هذا القرار المخزن يعلن عن زيادة زيادة يعني طفيفة على كل حال في ميزانية الجيش تعو شفتوا يا أخوتي على بالي راكمت الحكومة بسمين يو أضحك أضحك كي ما تحب يا الجزائري مهابل بينا خطوة صغيرة نديروها في بلادنا لازم يتبعونا ويعندونا ما كانش كيفاش كي ما رأيكم تشوفوا هنا يا أخوتي المغرب يرفع ميزانية الدفاع إلى 12 مليار دولار مساكن ما زالوا في 12 مليار دولار هذه الميزانية فقط وحبين يربحوا الجزائر ما فهمتش كيفاش واللهم حيريني تعصح حيث أكدت مصادر إعلامية رفع المغرب لميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية تحهم تعامل 2023 وحسب موقع أصوات مغاربية فإن ميزانية الدفاع القادمة ستصل إلى مستوى يقارب 12 مليار دولار والله بزاف كثرته يا المراركة كثرته تعصح وأضاف الموقع ذاته أن هذه الميزانية تعتبر أكبر من سابقتها بحوالي نصف مليار دولار حاشاكم يا أخوتي لما بش يغسلوا في المراحيض ملقواهش لكن في نفس الوقت زادوا الميزانية تعالجشتها يا وجزائر كي زادت الميزانية زادتها وهي شبعانة عدنا عدنا دراهمنا حنايا القاز كاين بيترول كاين كلش كاين الفوسفار كاين كي ما حبيت تلقى ولكن انتو ما كمش عانين أراكم في حالة كروشكم ما شبعوش سبحان الله أم كين فيديوهات يا أخوتي يديروا مظاهرات على العطش على الما ما كانش من بعدها يلقوا زيادة في الجيش تحم ويجي يقولوا الجزائر باللي إحنا حكم عسكري وهما حكم مدني والله مهابل طعا الصعب وتابع الموقع أن المغرب رفعت بشكل كبير ميزانية الدفاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة زعمك شغل لم يوجدوا للحرب يا أخوتي ولكن هذه الميزانية كاملة تروح في الدفاع ليكن بعلمكم يشريوا غير الأسلحة الدفاعية فقط ولا الأسلحة تعطحنا كما درونات العسكرية كما هذو كل قنابل مثلا مع لباليش لينصبوهم بمكان بعيد هم بعد وخلاص لا يقدروا يوجهوا بطريقة مباشرة للمراركة هكذا مخدومين يا أخوتي وكل هذا يعني وهذا الزيادة وكذا ومنا جاي يا أخوتي من عند الجزائر كما راكم تشوفوا هنا أيضا الجزائر ترصد أكبر ميزانية لدفاع منذ استقلالها في 2023 وقيتها في 23 مليار دولار كما راكم تشوفوا يا أخوتي وقتها في 22 أكتوبر 22 أكتوبر المملكة تخرج و تقول بلنا حتى نزيده ما تعرفوا بلنا عايشين بنا هم يقدروا يشير قدوب لما يعيشوا بالجزائري مراض بنا نزيدكم حاجة يخوتي ديروا في حسابكم بأن الميزانية هذه تقع 13 مليار دولار أو 12 مليار دولار اللي راح يديروها لمراركة يعني يزيدوها يعني الأغلبية تروح لمن للكيان الصهيوني نعم يا خطي الكيان الصهيوني أصبح ممونا رئيسيا هو لمون المغرب بالأسلحة فمنذ التوقيع على اتفاقية إبراهم ضخت ثلاث دول عربية على رأسها المغرب أكثر من 3 مليارات دولار في خزينة الكيان الصهيوني حيث اقتنت أسلحة كلها دفاعية ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة خاصة مع قرار المخزن رفع ميزانية التسليح بتاعه بالطبع يا خوتي يعني راح تزيد الساهم أكثر للكيان الصهيوني باش يوليوا عندهم تراهم باش كما نقوله يزيدوا كما نقوله يطغاوا على الفلسطينيين ومن بعد يأتيك يخرج يقول لك والله نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ونحن يا الشعب خاطئنا وكذا يا وانتوما الشعب بأكمله بأكمله إلا فئة قليلة جدا يا خوتي قليلة جدا بزاف لي خرجت دارة مظاهرات هذه تحاحنا نقطة عود إلى السطن لا تأتيوا وما تقولوا موالوا انتوما عبارة عن ناس بردين تشوفوا بلادكم تختصب أمامكم وانتوما ساكتين وماذا نقول لكم؟ أحببتوا نقول لكم أنتوما رجالة انتوما تحاحنا بكل بساطة وجايين زعمات ذلك تزيدوا في التسلح تاكم وحالتكم حالة أحببوا تحاربوا الجزائرة أحببوا تقيسونا زعمة أحببوا تغدغونا لأنكم مستحيل تقيسونا تغدغونا برك يقول لك يا أخوتي لقاريه الذيب حافظوا السلوكي كينا ولا ما كانش لقاريه الذيب حافظوا السلوكي بمعنى إذا انتوما زدتوا تسلح تاكم حابين تهجموا على الجزائر يو الجزائر يا حسرا من اللي مديرتلكم أحساب انتوما والكيان تاعكم والدول اللي راي تسند فيكم والأسلحة اللي راي يجيكم كل حاجة راي يجي للجزائر للمخابرات الجزائرية بالتحديد بالتفصيل بالتفصيل المغرب اشترى صفقة كذا 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 المغرب دار صفقة كذا 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 يودي غرما كلا تلعبوا مع الجزائر يو احنا قوة عظمة حبه من حبه كرهه من كرهه ولي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحال كاين بزاف ناس على بالي مرحش يعجبها الحال كي دايما نمجد بلادي ونمجد هذا الوطن الغالي ونقول بالي احنا قوة ما يعجبهمش الحال يحبوا دايما الجزائر تبان ضعيفة يحبوا دايما الجزائر يا أخوتي تكون مع الدول هذي كما المغرب تكون في نفس المرتبة لا لا مستحيل لانكم تصنفوا الجزائر مع المغرب في نفس المرتبة من جميع النواحية من جميع النواحية ماهيش سلاح برك وانما من جميع النواحي وسقسيوا المراركة اللي يرام عايشين في الجزائر برك وهم يردوا لكم الخبر يو بلادنا قاوية عليكم تديروا واش تديروا ونبقواوا قاوين عليكم يخي يا حالة ودايما فيتينكم بخطوة المهم أخوتي اطلوا في التعليقات مرمدوهم كل عادة أخوتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفي الأخير ما تنساوش تدير النجام وتشاركونا رايكو في التعليقات سلام